السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 29 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3.19 دقيقة من عصر يوم الغد الثلاثاء بتوقيت جرينيش لينتقل بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة ساعة ذابح وهي منزلة للعلاج والفراق أو الخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.54 دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش وبعدها بدو ينتقل لمنزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وتلاف الأموال وأيضا الحرية القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته منظل على طريقتنا أو على أفكارنا أو على قدرتنا العقلانية أكثر بنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يورقنا ومندرك أنه الأمور ما بتكون سهلة إلا إلا كل أمر بيطلب مننا الإجتهاد أكثر بعضنا ممكن يكون متشائم فعلينا أنه نكون أو نعمل بجدية أكبر ونحاول أنه ما نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء من التجهل تغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة خطيرة شوي هي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي ذكرناها في حلقة المريخ لما تنبثها وأن المريخ دخل على الحوت طبعا هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ذروتها تأثيراتها إلها تقريبا خمس أيام ورح تستمر تقريبا سبع أيام قادمة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بيضعف من إرادتنا وقدرتنا على الكفاح والمبادرة وبتثير من رغباتنا الجنسية السلبية طبعا بتسبب أن نزاعات مع المحيط وهذا الشيء بحثنا على استهلاك كثير من الأمور اللي تتعلق بالمهدئات أو الكحوليات كما أنها بتسبب الحوادث اللي تتعلق بالماء أو الغازات أو الضباب وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أو متكررة بتدل على الطراب السياسي في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات بقطاع الصناعة والصحة بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال الزهرة لبرج الثور طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فبنصح الجميع أنه يحضرها لأنه فيها معلومات مفيدة للجميع بالنسبة لكوكب الزهرة رح ينتقل الساعة 11.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيمكت بالثور لغاية الساعة 28.29 دقيقة من مساء يوم القميس 23.05 فهاي الفترة هي فترة ممتازة جدا بيهتموا بمظهرهم طاقتهم بتصير عالية لهم موليد برج الثور وبينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر وبيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية والمائية أيضا فعشان هيك لازم تسمعوا هاي الحلقة لأنه تعطي اللي هي السعود السعد الأصغر بده يأثر على مين وشو الإيجابيات اللي رح يستفيدها كل برج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح يكون الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة عصرا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطر على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وأربعة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين نفسيا أو عندهم ضغوطات حياة عالية جدا فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث ففي هاي الفترة ممنح سن التحكم لا في أفكارنا ولا في كلامنا ولا بذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية جيمد هذا اليوم لإجراء الفحصات لهاي الأعضاء أو أخذ العلاج لهاي الأعضاء ولكن كعملية جراحية ما بنصح طبعا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية أيضا هذا اليوم منقدر نحكي أنه غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازلت الشعر الزائد بالطرق التقليدية رغم أني أنا ما بنصح لا بالطرق التقليدية ولا بالليزر خلال هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكنه لا يصلح للصبغ الكيموي يعني لأنه مواد كيموي ما بدنا تنحط على الجلد ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الجدي خلو المسار القادم طبعا رح يكون عبارة عن ثواني قليل جدا فأيذن الانتقال رح يكون الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة عصرا عصر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش فوري يعني رح ينتقد من الجدي للدلو وما فيه قلو مسار أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره واحد وعشرين يوم الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء نبدأ في اليوم اثنين وعشرين نسبة الإضاءة سبعة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الجدي حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما ساعات العصر ترتفع نسبة السعادة لستين في المية عطارد في الحمل حتى يوم خمسة خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الحمل حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الحوت حتى يوم 30-4 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدته الضغوط حاول أنك تبرر عملك وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الإضطراب وهذه فترة ما بجوز فيها تشويه السمعة أو حتى المغامرات والمجازفات الغير مدروسة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعاً ما تجعل شيء يحبطك لأنه اليوم التطورات غنية بالفرص المناسبة تدعمك بشكل قوي بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبياً وهي فترة مناسبة للسفر ورشاة العمل دراسة تجارة حب غراميات بكل الاتجاهات تقريباً برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتعيد تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية أهم مش إنك اليوم ما تتشبث بمواقفك المتصلبة كون مرن كون مبتسم ما تكون عنيد وبرضو ما تسمح لمزاجك إنه يتقلب اليوم ناقش بليوني ودبلو ماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة اليوم ممتاز للأمور اللي تتعلق بالفواتير أو المكاسب المالية أو استرداد بعض الأموال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة والقمر موجود مقابلكم ممكن يصير فيه اتفاق ما بينك وبين الزوجة أو الزوج أو مصالحة أو اتفاق على مسألة ما ولكن يعني بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل لأنه الأجواء ممكن تكون متوترة لأنه الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم اليوم لأنه القمر موجود في البيت السادس فورغم أنه عندك قدرة على إنجاز قسم كبير من أعمالكم ولكن لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة بدك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فبدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو الأصدقاء وبعضكم ممكن يبدأ بعمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني أو لممارسة هواية أو للتقارب من الأحبة هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة سعيدة ممكن اليوم تحصل عليها بتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب بعض الأمور فهاي فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتفضلوا اليوم التركيز حاول شونكم البيتية والعائلية وبهوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء أو تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة فبدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة حاول إنك اليوم اتمم أي شيء يتعلق بالعائلة وبرضو ممكن يكون عندكم أعمال وإنشغالات منزلية بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وهذا اليوم يعتبر يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر برضو باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات وأيضا بالسيارات والإلكترونيات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب عادة من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أو ممكن يعني تحتاج لمساعدة من جهة ما الكواكب طبعا تعمل لصالحك وبتسهل كثير من الأمور عندك فلا تسمح لأي شخص بإنه يغشك كن حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تبحثوا عن أي شيء جديد اليوم ترفو فيه عن نفسكم أو تغيروا الأجواء بتعيش فترة واحدة من الأفراح والنجاحات ويعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر إيجابا حاول أنك تدخل تنويع على حياتك الشخصية اليوم بيحملك انفراج أو تسوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هذه الأيام أو إنهاء هذا الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط أو عراقيل أو امتحانات صعبة كمان وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما ما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك أو تتحمس للقاء الناس أو للتعارف أو بعضكم ممكن يسافر أو ينظم لجمعية ابتهتموا لشؤون أقارب الشريك فترة جيدة للعلاقات الاجتماعية وبإمكانكم استغلال علاقاتكم بحل بعض المسائل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر